موسيقى على طريق القدس الفقر الأولى من برنامجنا عن أكثر من أربعين شهيدا قتلوا حرقا في خيامهم بالقنابل الأمريكية أسقطها عليهم جنود جيش الاحتلال ردا على قرار محكمة العدل الدولية التي أمرت بوقف العدوان على رفاحها أي جنون هذا وأي توحش وأي عقل بعيد عن كل معايير البشرية والإنسانية الكائنات الطبيعية حتى الحيوانات يصعب أن نتخيل أن تكون بهذا التوحش وهذا الإجرام نساء أطفال شيوخ نائمون في خيام من قماش بعضها من كرتون أصيبت بصواريخ من العيارات الثقيلة المعدة لتدمير الخنادق على عمق أربعين وخمسين مترا تشضت الأشلاء في كل الأنحاء بعضهم احترق وهو حي ولم ينجح أحد في فتح باب النجاة أمامه لكن هؤلاء الشهداء هم شهداء على طريق القدس فقد وصلت مظلوميتهم وصرختهم وصلت ألامهم ومعاناتهم إلى كل أنحاء الدنيا وقف نواب فرنسيون من حزب فرنسا الأبية في داخل قبة البرلمان وصرخوا بوجه رئيس الحكومة وقالوا أنتم قتل أنتم ترسلون السلاح للمجرم القاتل أنتم لا تتخذون أي موقف أين هي معاييركم التي اتخذتم على أساسها موقفا من حرب أوكرانيا فحرمتم فرنسا من الغاز والنفط بسعر مقبول تحت شعار معاقبة روسيا بينما مع إسرائيل لا أنتم تصفقون وأنتم ترسلون السلاح وترسلون المال ووقفوا وهتفوا وصرخوا لفلسطين الحرة ورفعوا علم فلسطين داخل البرلمان الفرنسي ومثلهم فعل نواب في البرلمان الهولندي ومثلهم خرجت تظاهرات ومسيرات يقال أن المسيرة التي ضجت بها شوارع باريس عقب هذه المجزرة كانت أضخم مسيرة في تاريخ فرنسا وأضخم مسيرة في مساندة فلسطين الصدى الذي تركته المجزرة على الاعترافات الأوروبية بدولة فلسطين وانضمام سلوفينيا إلى هذه الاعترافات ومعها الحراك الذي تقوم به كثير من الشعوب على مساحة العالم من اليابان إلى كوريا الجنوبية إلى أندونيسيا إلى أنحاء كثيرة من العالم في غضب ساطع من أجل فلسطين والوقوف إلى جانب فلسطين هي تحركات ببركة هذه الدماء ببركة هذه التضحيات ولذلك فإن هؤلاء الشهداء هم شهداؤنا على طريق القدس هم يعبدون الطريق بتضحياتهم ودمائهم من أجل أن تكون راية فلسطين ترفع في كل أنحاء العالم ومن أجل أن ترفع صور قادة الكيان كصور مجرمين قتل مطلوبين للعدالة قد لا يكون اليوم وجود لعدالة تجرؤ على ملاحقتهم ومحاكمتهم لكن الأمر لن يكون بعيدا الصحوة التي تطلقها دماء الشهداء الفلسطينيين ومنهم وفي طليعتهم شهداء مجزرة رفح هذه التضحيات ترسم طريقا وتفتح سياقا وأبوابا لمرحلة جديدة في العالم ثم تثورة ثقافية أطلقها الفلسطينيون في العالم يقول بعض المفكرين الأمريكيين الذين كانت لهم مساهمات كبرى في فضح الطابع العدواني والإمبريالي والاستعماري لسياسة الحكومة الأمريكية يقولون لم نكن نتوقع يوما أن يصغي لنا الشعب وأن تصغي لنا الشباب وأن تصغي لنا النخب بمثل ما فعلت غزة وفعلت فلسطين إن فلسطين تحررنا إن فلسطين تغيرنا إن فلسطين هي المرآة اليوم التي تقيس عليها كل شيء إذا أردت أن تقيس خداع الإعلام من صدقه فما عليك إلا بفلسطين أداة للقياس إذا أردت أن تقيس صدق الحكومة من كذبها وصدق شعاراتها في الوقوف إلى جانب حقوق الإنسان فما عليك إلا بفلسطين وإذا أردت أن تقيس حرص الحكومات على السلم ورفضها للحروب والإجرام فما عليك إلا بفلسطين وإذا أردت أن تعرف كم أن القانون محترم في العالم فما عليك إلا بفلسطين وإذا أردت أن تقيس أداء المؤسسات الدولية القضائية أو الإنسانية أو الصحية أو السياسية فعاليتها قوتها قدرتها جدواها جدوى اللجوء إليها فما عليك إلا بفلسطين بل نحن العرب نستطيع أن نقول بضمير مرتاح إذا أردت أن تعرف مدى يقظة الشعوب وتحررها من الأكاذيب والأوهام الطائفية والمذهبية والإقليمية الضيقة فما عليك إلا بفلسطين لتعرف لماذا هذا الخمول ولماذا هذا الخمود ولماذا هذا الركود وإذا أردت أن تقيس مدى أهلية وصلاحية الحكومات العربية لتحمل المسؤولية فما عليك إلا بفلسطين أن تقيس على أساس موقفها من فلسطين هل هو موقف يعادل موقف رئيس كولومبيا موقف رئيس بوليفيا موقف رئيس البرازيل أم أنه موقف يكاد لا يذكر ولن يذكر في التاريخ إلا ضمن معادلة الحديث عن الخذلان وضمن معادلة الحديث عن الضعف ومعادلة الحديث عن العجز هذه هي فلسطين وهذا ما كان ليكون عندما نتحدث عن فلسطين نتحدث عن ثمانية شهور من أسطورة صمود غير مسبوقة نتحدث عن ثمانية شهور من بطولة استثنائية لو لم تكن هذه البطولة ولم يكن هذا الصمود كيف تكون فلسطين أداة قياس كيف تستطيع أن تصنع قاموسا جديدا للعالم تضع فيه اسم الدولة اسم الحكومة اسم الحاكم اسم المنظمة فتأخذ مقابلها تعريفا واضحا دقيقا ملموسا محسوسا مبنيا على الوقائع لو لا هذه التضحيات لو لا هذه الدماء وآخرها دماء مجزرة رفح وشهداء مجزرة رفح لما كان لنا هذا القاموس لقد أهدت فلسطين البشرية لغة جديدة وثقافة جديدة وقاموسا جديدا وإذا ما قسنا للذين يتباكون من موقع القول إن هذه تضحيات بلا جدوى لو قسنا هذه التضحيات بما يحدث في السودان فقط ولا نقول في ليبيا ونأخذ السودان وليبيا دون سواه ما كي لا يتشدق المتشدقون بالحديث أن في سوريا هناك المقاومة وهناك إيران وهناك حزب الله طيب في السودان من هناك؟ في ليبيا من هناك؟ عدد الذين سقطوا في السودان حتى الآن ثلاثة أضعاف شهداء فلسطين ما هي الحقيقة التي قدمتها هذه الدماء البريئة التي تشفكونها في السودان؟ ما هي الحقيقة؟ ما هو الجديد؟ ما الذي تقوله لنا تلك الدماء التي تهدرونها في ليبيا؟ دماء فلسطين ببركاتها ترفع الأمة رأسها تغير الأمة العالم تمسك الأمة بناصية قضيتها وتأخذها إلى الأمام هذه هي بركة الدماء والتضحيات والشهداء على طريق القدس